اعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة شهد مطار القاهرة الدولي في الساعات الأخيرة حالة من الفوضى بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائلة عقب حضورها نهائي كأس الأمم إفريقيا 2019 وظهر فيديو بسته قناة نهار الجزائرية حالات من التزاحم والتدافع بين المشجعين وقوات أمنة المطار وغادر أربع آلاف مشجع جزائري على متن 24 طائرة إلى الجزائر بعد نهاية البطولة القاهرة وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة كان بين الطائرات تسع طائرات عسكرية وحداشر طائرة للخطوط الجوية الجزائرية واربع رحلات لطيران تاصيل الجزائري متوجهة إلى مدن الجزائر وعنابة ووهران وكوستانتينة طرت سلطات مطار القاهرة لاستدعاء قوات العمليات الخاصة بعد اقتحام مشجعي طائرات وهران وعنابة كوينترات وزن الحقائب بصارة السفر وقيامهم بأعمال شغب وتابعت تسببت قصرة المشجعين وقيام بعضهم بالشغب في تأخر إطلاع كل الرحلات ما بين الساعتين وخمسة ساعات وحضر نحو 20 ألف مشجع جزائري إلى القاهرة قبل أيام لمؤاظرة منتخب بلادهم في نهاية بطولة أمم إفريقيا 2019 خلال الفوز على السنغال 1-0 المصدر وكالات في نهاية الفيديو لقدمت لحضراتكم معلومة جديدة وخبر استفدتم منه ما تتخلوش علينا باللايك والاشتراف في القناة بحبكم جدا ومحب تعلاقاتكم وشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته